السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخير. جايني النهاردة هنعمل مع بعض اكتر مشروب بنطلبه احنا في القفية. الاريو. هنشوف بنعمله ازاي بكل تفاصيله ولو فيه اي حاجة قولله في الكومنتات. معاكم نادي يا مصطفى. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها. بس وحنا بنعمله بقى كده عايز اتكلم معاكم في حاجة. اغلبنا سمع الحوادث اللي حصلت مبارح في المنصورة والقاهرة. عن الطالبة اللي زميلها طعانها ودبحها. وعن الشاب اللي انتحر من فوق الكبري بسبب الضغوطات اللي والده ضغطوا بيها. وعن الشاب برضو اللي انتحر من فوق البرج في الكاهرة. بقينا بنسمع قصص غريبة وبلطجة وحاجات غريبة كده حوالينا احنا ما كناش نتخيل ان هي تحصل آآآ لناس قريبة مننا او في مكان ان احنا من نتردد عليه على طول. وام تتبع حيالها واب مش عارف يعمل ايه. ليه كل ده? احنا بقينا عايشين كده ازاي? ده كله بسبب بعدنا عن ربنا. عايزين نقرب من ربنا اكتر ويبقى فيه تسامح. وما نتجيش لاتجاه الانتحار ده ولا الانتقام. ويا ربنا يهدينا يا رب ويغفر لهم ويرحمهم ويصبر اهليهم. آآ انا مش عايز ادخل في تفاصيل اي قصة منهم بس انا بجد مظلومة من اللي حصل حوالينا. فعايزين نقرب من ربنا اكتر. ربنا يهدينا يا رب جميعا ويغفر لهم ويصبر اهليهم بجد. آآ احنا كده عملنا المشروب مع بعض. ولو في اي حاجة قولولي في الكومنتات. كان معاكم نادية مصطفى. ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد. آآ المكونات على فكرة اللي احنا عملناها زي ما انتو شايفين كده كانت معلقة كريم شنطية على الايس كريم والحليب. آآ زي ما انتو شايفين الطريقة كده سهلة ونعملها في البيت احسن من الكافات واوفر بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.